عندما ذهب بنتانجيلي للقاء روساتوز في حانة محلية، قيل له مايكل كوليون يقول مرحباً، حيث تعرض للهجوم من الخلف، لكن شرطي أوقف محاولة للقتل عن طريق الخطأ. ترك بنتانجيلي ليموت، وأصيب حارسه الشخصي ويالي سيتشي جوا سبينيل بسيارة أثناء إطلاق النار على روساتوز أثناء قيادتهما بعيداً. بالعودة إلى نيفادة، تم استدعاء تؤم هاجنة إلى بيت دعارة في مدينة كارسون يديره فريد جوم كازالي، شقيق ميكل الأكبر، حيث تورط السيناتور جيري في وفاة عاهرة، وعرض تؤم الاثتمام بالمشكلة مقابل الصداقة بين السيناتور وعائلة كوريليوني. في هذه الأثناء، التقى ميكل بروث في هافانا، كوبا، في أواخر عام 1958، في الوقت الذي كان الدكتاتور فولجينسي باتيستا يطلب للسثمار الأمريكي، وكان المقاتلون الشيوعيون يحاولون إسقاط الحكومة. في حفلة عيد ميلاد لروث، ذكر ميكل أن هناك احتمالاً لفوز المتمردين، مما يجعل تعاملاتهم التجارية في كوبا إشكالية. في وقت سابق من ذلك اليوم، شهد ميكل متمرداً شيوعياً يقتل شرطياً في هافانا بتفجير قنبلة يدوية قتلت أيضاً المتمردين نفسه. دفع تعليق روث إلى التعليق بشكل خاص أن ميكل لم يدفع مليون دولار لتأكيد شراكتهما. فريد حاملاً الأموال الموعودة، يصل إلى هافانا ويلتقي بميكل. يذكر ميكل هيمان روث جوني أولاً له، لكن فريد يقول إنه لم يلتقي بهما أبداً. يعترف ميكل لأخيه أن روث هو من حاول قتله، وأنه يخطط للمحاولة مرة أخرى. أكد ميكل لفريد أنه قد قام بالفعل بخطوة، وأن هيمن رو لن يرى العم الجديد أبداً نقطة. بدلاً من تسليم الأموال إلى روث، سأله ميكل عن من أعطى الأمر بقتل فرانكا بن تنجلي. يتجنب روث السؤال، وبدلاً من ذلك تحدث بغضب عن مقتل صديقه القديم، مجرينة، الذي دبره ميكل كما تم تصويره في نهاية الفيلم الأول. طلب ميكل من فريد، الذي يعرف هفان جيداً، أن يظهر للسيناتور جيري وغيره من المسؤولين ورجال الأعمال المهمين وقتاً ممتعاً، يتظاهر فيه فريد بعدم التعرف على جوني أولاً. بعد فترة وجيزة، في عرض جنسي، يعلق فريد بصوت عال أن جوني أولاً أخبره عن المكان، متناقضاً مع ما قاله لميكل مرتين سابقاً أنه لا يعرف روث أو أولاً. يدرك مايكل الآن أن الخائن هو شقيقه، ويرسل حارسه الشخصية للتعامل مع روث. تم خنق جوني أولاً، لكن روث الذي كان في حالة حساسة بسبب مرضه في القلب نقل إلى المستشفى، حيث تم إطلاق النار على منفذ مايكل وهو يحاول قتله. في حفلة رأس السنة الجديدة لباتيستا، عند منتصف الليل أمسك مايكل برأس فريد بإحكام وقبله، أعلم أنك كنت فريد لقد كسرت قلبي نقطة عندما يهاجم رجال حرب العصابات. يفر الضيوف، لكن فريد يرفض الذهاب مع مايكل، على الرغم من توسلات مايكل بأن فريد لا يزال شقيقه، وأن هذا هو السبيل الوحيد للخروج. الفلاش باكن، ألف وتسعمائة وسبعة عشر سين يدرك دون فانوتشي من بلاك هاند الآن الشراكة بين فيتو، وكليمنزي وسل تيسيو، جونابري، ويريد نصيبه من أرباحهم كل أسبوع. يوافق كليمنزي وسل تيسيو على الدفع، لكن فيتو متردد ويطلب من أصدقائه ترك كل شيء في يديه لذلك سيقبل فانوتشي أقل. وفي الواقع، تمكن فيتو من جعل فانوتشي يأخذ سدس ما طلبه مئة دولار من أصل ستة مئة دولار. بعد ذلك مباشرة، خلال مهرجان الحي، قتل فيتو فانوتشي في الردهة خارج شقاته، ثم عاد إلى زوجته وأطفاله الثلاثة على المحاضرات خارج مسكنه. يخبر فيتو الطفل ميكل أن والده يحبه كثيرا. في يناير 1959 نيفادة، عاد ميكل إلى مجمع ليكته المغطى بالثلوج بعد فراره من كوبا، حيث أخبره تؤم هاذن أن روث هرب من كوبا بعد إصابته بجلطة دماغية وأنه يتعافى في ميامي، وأن حارس ميكل الشخصي مات، وأن فريد هو نفسه. ربما يختبئون في نيويورك. أبلغ هاذن أيضا ميكل أنك يتعرض للإجهاد أثناء غيابه. يشعر ميكل بالذهول من الأخبار ويطالب بشدة بمعرفة جنس الطفل، لكن تؤم غير قادر على إخباره. الفلاش باكن 1920 مع وفاة فانوتشي وعدم وجود أي شخص آخر لتولي اليد السوداء، اكتسب فيتو افترام الحي، وبدأ في التوسط في النزعات المحلية، حيث يعمل من واجهة متجر شركة جينكوبورا وولفا والكمبيني، التي سميت على اسم صديقه جينكو أبندندو، الذي يديره ويقدم خدمات للآخرين في المجتمع مثل إمرأة شبة محلية مهددة بالإخلاق. تخيف فيتو المؤجر للسماح لها بالبقاء لبضعة أسابيع إضافية نقطة نقطة. الإيجار مجاناً يقدم العراب الجزء الثاني قصتين متوازيتين. أحدهما يتعلق برئيس المافيا ميكل كوريليوني في 1958 على 1959 بعد أحداث الفيلم الأول. والآخر عبارة عن سلسلة من ذكريات الماضي عن والده فيتو كوريليوني من عام 1917 إلى عام 1925 من شبابه في سقلية 1901 إلى تأسيس عائلة كوريليوني في نيويورك. بدأ الفيلم في عام 1901 في بلدة كوريليوني سقلية في جنازة والده فيتو الشب أنطونيو أندوليني الذي قتل لإهانة زعيم المافيا المحلي دون سيسيو. أثناء الموكب قتل شقيق فيتو الأكبر لأنه أقسم على الانتقام من الدون. تذهب والدة فيتو إلى سيتشيو للتوسل من أجل الرحمة، لكنه يرفض مع العلم أن فيتو البالغ من العمر تسع سنوات سيسعى للانتقام لاحقاً في حياته. تأخذ الأمة سيسيو رهينة بالسكين مما يسمح لابنها بالهروب، ويقتلها رجال سيسيو. يبحثون في البلدة عن الصبي، لكن سكان البلدة يساعدونه في الهروب. يجد فيتو طريقه بالسفينة إلى نيويورك، وفي جزيرة إليس يختار وكيل الهجرة مسقط رأس فيتو في كوريليوني كلقب له، ويتم تسجيله باسم فيتو كوريليوني. في عام 1958 في مشهد مشابه لافتتاح الفيلم الأول، يتعامل ميكل كوريليوني، آلو باتشينو، الأبو الروحي لعائلة كوريليوني، مع العديد من المشاكل التجارية والعائلية خلال حفلة معقدة في مجمع ليكته بولاية نيفادة للاحتفال بأول طفل. شركة في مكتبه التقى ميكل بسيناتور نيفادة الفاسد باتجيري جي دي سبرادلين، لمناقشة سير ترخيص الألعاب للفندق الكازينوهات التي تشتريها العائلة. يعد جيري الذي لديه ازدراء واضح لميكل ورجال الأعمال للإيطاليين الآخرين الذين ينتقلون إلى ولايته للاستفادة من فرص المقامرة، بجعل استحواذ ميكل على رخصة الألعاب عملية صعبة. ينهي ميكل محادثته مع جيري عندما يرفض دفع الرسوم الفاحشة التي يطلبها جيري، ويخبر السيناتور أنه لن يحصل على شيء. يتعامل ميكل أيضاً مع أخته الصغرى المتسامحة كوني تايلي شير، التي على الرغم من انفصالها مؤخراً عن زوجها الثان، تخطط للزواج من رجل يدعى مرجوانس ترويدونيو بدون أي وسيلة واضحة للدعم والذي لا يوافق عليه ميكل. كما أنه يتحدث مع جوني أولاً دومينيك شاينيز، اليد اليمنى لرجل للعصابات اليهودي هيمان روث ليسترس بيرج، الذي يدعم انتقال ميكل إلى صناعة القمار. في وقت متأخر، يتعامل ميكل مع فرانك فيفانجز بينتانجيلي ميكل في. كازو، وهو شريك تجاري استولى على منطقة كوريا وانكالبورجين بيتر كليمانزي في مدينة نيويورك بعد وفاته، ولديه الآن مشاكل مع روساتو برادرز المدعومين من روث. غادر بينتانجيلي فجأة بعد أن قال لميكل لقد تعامل والدك مع هيمن روث، كان والدك يحترم هيمن روث، لكن والدك لم يثق به مان روث أبداً نقطة. في وقت لاحق من تلك الليلة، نجى ميكل بالكاد من محاولة اغتيال عندما لاحظت زوجته كاي، ديان كيتون، أن ستائر نافذة غرفة النوم مفتوحة لسبب غير مفهوم، مما يسمح الاثنين من القتلة غير المرئين برش غرفة النوم بالرصاص. تم العثور على القاتلان مقتلان بعد أن قتله شامت داخل المجمع. بعد ذلك أخبر ميكل محاميه وشريكه توم هيك، روبرتو فول، أن الضربة تمت بمساعدة شخص قريب، وأنه يجب أن يغادر، ويعهد بكل قوته إلى هيك لحماية عائلته. اللقطات الماضية في مدينة نيويورك عام 1917، كان فيتو كوريليوني روبرتو دينيرو، الباللي يعمل في محل بقالة في الجانب الشرقي الأدنى مع صديقه جينكو أبندندو. يسيطر على الحي عضو في اليد السوداء دون فانوتشي غستون مواشين، الذي يبتز مدفوعة الحماية من الشركات المحلية. في إحدى الليالي طلبت منه كليمنزا، برونو كيربي، جارين فيتو، إخفاء مجموعة من الأسلحة من أجله، وبعد ذلك، لرد للجميل، أخذه إلى شقة فاخرة حيث ارتكبوا جريم التهمى الأولى معاً، وسرقة بصات أنيق. يتقدم الفيلم إلى زمن ميكل، يلتقي ميكل مع هيمن روث في ميامي، في ريدا الذي أخبر ميكل أنه يعتقد أن فرانك بلينتان جيلي كان مسؤولاً عن محاولة ريفتيال، وأن بلينتان جيلي سيدفع ثمنها. سفر ميكل إلى بروكلين، وأخبر بلينتان جيلي أن روث كان وراء ذلك بالفعل، وأن ميكل لديه خطة للتعامل مع روث، لكنه يحتاج إلى فرانك للتعاون مع روسات وبرادرز من أجل وضع رو على حين ذرة. أثناء نومه، تلقى فريد مكالمة هاتفية في منتصف الليل من جوني أولاً، اليد اليمنى لهيمان روث، يكشف أن فريد هو الخائن في الأسرة. جوني أولاً يتآمر مع فريد، ويخبره أن فرانك بن تنجيلي سوف يصنع السلام مع الأخوين روسات. يسأل جوني أولاً فريد معلومات حول الاجتماع بين هذين الطرفين، وما إذا كان بن تنجيلي سيكون بمفرده أم لا. لا يوافق فريد على التعاون ويخبر جوني أولاً أن لا يتصل به مرة أخرى. في واشنطن العاصمة عام 1959 تجري لجنة مجلس الشيوخ، التي ينتمي إليها السيناتور جيري تحقيقاً في عائلة كوريليوني. لقد استجوبوا الجندي ويالي سيسي الساخط حول دوره كرجل زر في العائلة، لكنه لا يستطيع أن يورط ميكل، لأنه لم يتلقى أي أوامر مباشرة منه. عندما مثل ميكل أمام اللجنة، قدم السيناتور جيري عرضاً كبيراً لدعم الإيطاليين الأمريكيين، ثم أعفي نفسه من الإجراءات. أثناء الاستجواب، نفى ميكل جميع المزاعم الجنائية ضده، من مقتل سولوزا والكابتن أمبلوسكي في عام 1946 في أول فيلم كاوت فوذر، وحتى وضعه التجاري في تشغيل للعديد من كازينوهات القمار في نيفادة. أدل ميكل ببيان يتحدى فيه اللجنة لتقديم شاهد لتأكيد التهم الموجهة إليه. تنتهي الجلسة بوعد الرئيس بشاهدة سيفعل ذلك بالضبط. فرانكو بن تنجلي، الذي نجى من هجوم الأخوة روسة، أبرم صفقة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسيشهد ضد ميكل. يناقش تؤم هاجنة وميكل المشكلة، ملاحظين أن استراتيجية روث لتدمير ميكل مخططة جيداً. تم العثور على شقيق ميكل فريد وإقناعه بالعودة إلى نيفادة، وفي اجتماع خاص شرح لميكل خيانته، مستاء من أن يتم تجاوزه ليرأس العائلة لصالح ميكل، فهو يريد الاحترام وما يستحقه. لقد سعد روث في تفكير في أنه سيكون هناك شيء ما فيه، لكنه أقسم أنه لا يعرف أنهم يريدون قتل ميكل. كما أخبر ميكل أن كبير مستشار لجنة مجلس الشيوخ هو عجل روث. قال ميكل بعد ذلك لفريدو أنت لست شيئاً بالنسبة لألآن. لست آخاً ولا صديقاً لا شيء، وأصدر تعليمته للجندية ورجل الزر النذري ريتشارد بريت بأن لا شيء سيحدث لفريدو بينما لا تزال والدتهما على قيد الحياة. في الجلسة التي سيدلي فيها فرانكو بنتانجيلي بشهادته، وصل ميكل برفقة شقيق بنتانجيلي، الذي تم إحضاره من سقلية، والذي أدى ويده إلى تراجع فرانكي عن تصريحته السابقة عن ميكل. عندما يتم الضغط على بنتانجيلي، يدعي أنه أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي رفبيهي بما يريدون سماعه. مع عدم وجود شاهد للإدلاء بشهادته ضد ميكل، تأجرت اللجنة، حيث كان هجنة بصفته محامي ميكل يطارب بصوت عال باعتذار. في غرفة بالفندق بعد ذلك، حاولت كايم مغادرة ميكل مستحبة أطفالها معها. يحاول ميكل في البداية تهديئتها، لكنه يفقد أعصابه ويدربها بعنف عندما تكشف له أن إجهادها الأخير كان في الواقع إجهاداً لتجنب توفير طفل آخر في الميراث الإجرامي لميكل. أخبرته أيضاً أن الطفل كان صبياً، مما زاد من حنق ميكل. الفلاش باكن 1925 سن أثناء زيارة سقلية لقضاء إجازة عائلية لأول مرة منذ أكثر من عشرون عاماً، تم تقديم فيتو كوريليوني إلى دوني سيسيو البالغي من العمر تسعون عاماً باعتباره الرجل الذي يستورد زيت الزيتون إلى أمريكا، والذي يريده. بركة عندما سأل سيتشيو فيتو عن والده، يقول فيتو، اسم والدي هو أنطونيو أندوليني، وهذا لك. يجرح معدة الرجل للعجوز بسكين، وينتقل لموت والده وأمه وشقيقه. أثناء هروبهم من مجمع سيتشيو ورجاله، أصيب دونتو مسيلو في ساقه من قبل أحد حراس سيتشيو والشخصيين، مما جعله يعرج دائماً. في أبريل 1959، توفيت كرميلا كوريليوني، مورغانا كيند، أرملة فيتو وأم أطفاله، وتم لمشمل عائلة كوريليوني بأكملها في جنازتها. لا يزال ميكل يتجنب فريدو البائس، لكنه يندم عندما تطلب منه كوني ذلك. يحتضن ميكل وفريدو، لكن في نفس الوقت أشار ميكل إلى كب رأسه أن حماية فريدو من الأذى في الواقع أثناء حياة والدتهما قد نفدت الآن. ميكل يتؤم هاجن ووكو لمبون يناقشون تعاملاتهم النهائية مع هيمان روث، الذي كان يسعدون جدول الحصول على اللجوء من دول مختلفة، حتى أنه منع من دخول إسرائيل بصفته يهودياً عائداً. يرفض ميكل نصيح هاك بأن وضع عائلة كوري آمن، وأن قتل روف والأخوين روساتهم من أجل الاتقام يعد مخاطرة غير ضرورية. في وقت لاحق، قام هاجن بزيارة إلى فرانكي بن تنجيل المشجون في قاعدة عسكرية، ويقترح أنه ينتحر بنفس طريقة المتآمرين الرومان القدامى الفاشلين الذين في المقابل، وعدوا بأن يتم الاعتناء بعائلاتهم بعد انتحارهم. بتوطئ من كوني تزور كي أطفالها، لكنها لا تتحمل تركهم وتبقى لفترة طويلة. عندما وصل ميكل، أغلق الباب في وجهها ببرود.